أهلا أحبائنا مشاهدينا ولادة يسوع المتميزة وهذه الآيات اللي عم باقتبسها مثلا من سفر الأمثال مسمه ومسم ابنه إن عرفت ارجعوا للحلقة أنا عملت حلقة من فترة بعنوان ألوهية المسيح في العهد القديم وبتشوف آيات كثيرة عن ألوهية المسيح في العهد القديم ولكن أنا بتكلم هون عن آيات اللي بتتكلم عن طبيعة المسيح يعني الطبيعتين الطبيعة الإنسانية والإلهية فالمسيح إنسان كامل وإله كامل مش 50-50 لا 100% كان إنسان كامل 100% إله كامل ومنشوف الاتحاد في الطبيعتين فرأينا أنه بالنسبة ليهود هاي آية لا تناقض ولا تعارض أنه المولود اللي هو من الولادة العذروية في بيت لحم هو عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا أو كما قال الرسول بولوس يسوع بحسب ابن داود بحسب الجسد تعين ابن الله من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات فإذا تعين يعني هو ابن الله وابن الإنسان ابن داود في نفس الوقت أما الآية الثانية اللي برضو بتعبر عن الطبيعتين هي الشعية 9 وآية 6 مكتوب لأنه يولد لنا ولد وهنا بنشوف ولادة يسوع المسيح في الجسد ولادة يسوع المسيح يولد لنا ولد ولكن الكلمة بتختلف عندما نتكلم عن لهوت المسيح مكتوب ونعطى ابنا فيعني الإبن هو عطي من السماء لأنه ينتسب روحيا إلى الله يعلن عن الذات الإلهية فهو كلمة الله وهو صورة الله يعني الآيكون بالزب بالتطابق بالتجانس يعني بتشوف التعبير الإلهي يعني الغير مرئي صار مرئي من خلال شخص يسوع كما قال من رأاني فقد رأى الآب أنا والآب واحد والسؤال لو أنت عاوز توصف الله ما هو الوصف الإلهي؟ كيف تصف الله؟ عندما تقرأ عن حياة يسوع المسيح لابد أنك تصطدم بالله الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان لكن اسمع شو الآية بتقول لأنه يولد لنا ولد وهي تمت في غلاطي أربعة أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا الكيفية أو الطريقة عن طريق الولادي مولودا كيف من امرأة مولودا من امرأة طب ليه؟ مولودا تحت النموس يعني لا لينقد النموس ليفتدي الذين تحت النموس لأنه مكتوب ملعون من لا يعمل أعمال النموس والنموس حكم علينا أننا بدون استثناء ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد غضب الله معلن على فجور الناس لأنه ما في إنسان يخلص بأعماله أو بوصوله بجهده الخاص إلى الله فإذن يقول يولد لنا ولد ونعتبنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى لاحظ الكلام ويدعى اسمه عجيبا عجيب في اسمه في طبيعته في عمله في كماله في ولادته يعني شوف يعني بتقدر تحط كل الأشياء الموجودة في المسيح مش موجودة في أي شخصية أخرى أعظم معلم أعظم صانع مجزات أعظم شخصية أخلاقية بدون خطيئة آخرة بتشوفها في شخصية يسوع المسيح عجيبا مشيرا لكن هذا ما أريد أن أصل إليه لاحظ كلمتين إلها قديرا أبا أبديا أبديا يعني خلاص ما فيش لا بداية ولا نهاية يعني لا حدود لا متناهي لا نهاية وبقول لملكه لا نهاية بحسب بشارة لوقا لكن المولود أحبائي في بيت لحم يقول الكتاب هو إله جبار القبور في العبري إله قدير ولاحظ كيف متى بيربطها بشكل متناغم منسجم بشكل جميل بيبتدي بسلسلة النسب شو بقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم ابن إبراهيم لأن اليهود كانوا بيفتخروا أنه هن أولاد إبراهيم وعندما أعلم الله نفسه لإبراهيم قال أنا أنا الله القدير هذا وكان إعلام الله لإبراهيم الإله القدير وفي نبوة إشعية إلها قديرا أبا أبديا فإذا يسوع المسيح قال عن إبراهيم إبراهيم رأى يومه فتهلل ثم قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وكأنه يقول أن هذا المولود هو الإله القدير هو إله إبراهيم وهو الكائن قبل أي يعني قبل أن يكون أنا كائن يعني لا بداية له ولا نهاية كما قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء وهذا إعلان مهم جدا بالنسبة لليهود إلها قديرا ما هواش ديميغاد مثل ما بعض بفكروا أن ولادة يسوع هي مثل الأساطير اليونانية أو الأساطير المصرية ادرس كلمة الله اعرف كيف بفكر المسيحة وليه يعني اقرأ شو تفسير المسيحة مش أنت تعمل على كيفك فحنا بنتكلم هذا الإله القدير ولد حسب الجسد في بيت لحم ولكنه الإله القدير الذي لم يفعل خطية إطلاقا فهذا طبعا منشوف أنه عم نويل الإله القدير الأب الأبدي وكله في العهد القديم أحبائي تتكلم عن الطبيعتين الإنسانية والإلهية والإلهية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر